شهر رمضان هو الموسم السنوي الإيماني المبارك الذي ينتظره المؤمنون والمؤمنات بفارغ الصبر وفي غاية الشوق ليغتنم أيامه وساعاته ويغتنم دقائقه في التقرب إلى الله تعالى والتسابق إلى جنة الله إن كل ساعة من أيام هذا الشهر غالية ثمينة نفيسة مباركة وعلينا أن نحرص حرصا أكيدا على اغتنامها في الخير والبر والتقرب إلى الله تعالى وإن الفرائض لا تنافس ولا تسابق فيها لأن كل واحد منا يؤديها فالصيام واجب وليس فينا أحد يسابق في الصيام والصلوات الخمس واجبة وليس فينا أحد يسابق فيها التسابق والتنافس يكون في أداء السنن وفي الاكثار من النوافل والطاعات هذه الباقيات الصالحات التي يتنافس فيها المتنافسون ويتسابق فيها إلى الجنة المتسابقون فلننوي إذن التسابق في أداء السنن والنوافل وأقدم لكم هذا البرنامج النموذجي العبادي المقترح لليوم الرمضاني الإيماني برنامجك لكل ليلة يبدأ به أولا الحرص على الاستيقاظ قبل الفجر بساعتين أي استيقظ الساعة الثالثة والنصف لصلاة ثماني ركعات تهجد كل ركعتين بتسليم وقراءة جزء من القرآن قراءة جزء عن حاضر من المصحف ثم بعد ذلك صلاة ثلاث ركعات من الوتر ثم خصص ربع ساعة للإستغفار استغفر الله العظيم ثم الدعاء الخاشع المنيب إلى الله تعالى وهذا أفضل الأوقات للدعاء وهو الثلث الأخير من الليل حيث يقول الله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون ثم احرص على أكلة السحر يعني أن تتناول طعام السحور وتكون وجبة خفيفة التسحر فإن في السحور بركة ثم الحرص على صلاة الفجر في المسيد للرجال ثم أداء الأذكار والتسبيحات المسنونة بعد الفجر وبعد شروق الشمس بثلث ساعة صلاة الضحى ثماني ركعات كل ركعتين بتسليم ثم الحرص بعد ذلك على القيام بالعمل الإداري أو الوظيفي بمنتهى الإتقان والإجادة والانتباه والوعي والنشاط والحيوية ثم الحرص على السنن والأذكار والتسبيحات المسنونة في صلاتي الظهر والعصر ثم اغتنام وقت ما بعد العصر في قراءة جزء ثاني من القرآن ثم الإقبال على الله تعالى في الربع ساعة الأخيرة قبل المغرب والاستغفار ثم الدعاء الخاشع المنيب إلى الله تعالى ثلاثة لا ترد دعوتهم وذكر منهم الصائم حتى يفطر أما برنامج بعد غروب الشمس فهو صلاة المغرب ثم تناول طعام الإفطار دون تخمة أو إرهاق للمعدة ثم بعد ذلك الحرص على صلاة العشاء والتراويح عشرين ركعة ثم النوم المبكر حوالي الساعة العاشرة والنصف للاستيقاظ في الثالثة والنصف لصلاة التهجد في الليلة التالية أيها الأعزاء هذه الكيفية المثالية لاغتنام المسلم يوما من رمضان حقا كما ينبغي مغتنما كل ساعة فيه بأداء طاعة وعبادة إن كل ساعة من أيام هذا الشهر غالية ثمينة نفيسة مباركة فاليوم الواحد من رمضان يعد فرصة سانحة ومجالا واسعا للتقرب إلى الله تعالى بأنواع من الطاعات وتنوع العبادات ليكون الأجر الأعظم والثواب الأكبر لك فإن استطعت أن لا يسبقك أحد إلى الله تعالى في هذا الشهر فافعل فاللهم إني أسألك خير ما في هذا اليوم من رمضان فتحه ونصره ونوره وبركته وهدى ترجمة نانسي قنقر